خلانا نروح لأهم أخبار النادي الأهلي قبل ما استقبل ضيوفي الكرام وهنبدأ في التحليل الفني لمباراة اليوم الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي هيسافر يوم 12 بإذن الله إلى الدوحة علشان يحضر اجتماعات الفيفا بالنسبة لبطولة الانتر كونتينينتل كابتن سمير عدلي هيسافر يوم 12 ممثلا عن النادي الأهلي هيحضر اجتماعات الفيفا الاجتماع هيبقى 13 وهيرجع بمشيئة الله يوم 14 وتم التنصيق من إدارة النادي وكابتن محمد رمضان على تواجد الكابتن سمير عدلي المدير الإداري في اجتماعات الفيفا الأمر الثاني هو أشرف داري فيه كلام كتير خلال الفترة السابقة عن أشرف داري بالمناسبة أشرف داري واحد من الانتذابات أو اللعيبة المهمة جدا اللي طم دمها للنادي الأهلي واحد من اللاعبين الدوليين اللي في منتخب المغرب آه الفترة دي علشان الإصابة مش موجود لكن دائما وأبدا موجود أشرف داري في منتخب المغرب علشان إصابة أشرف داري تم عرض أشرف داري على استشار كبير بشأن الإصابة في الأنكل وتم أو حصل اجتماع ثلاثي ما بين أشرف داري اللاعب والدكتور أحمد جاب الله والمدير الفني مستر كولر علشان الفترة اللي جاية الفترة اللي جايزة ما احنا عارفين عندنا فيها فترة التوقف دولي حوالي أسبوعين أو تلاتة هيتم علاج اللاعب بشكل سليم عدم استعجال الجهاز الطبي والجهاز الفني على اللاعب علشان اللاعب إن شاء الله بعد أسبوعين ثلاثة يكون موجود في الملعب بشكل أساسي ويكون موجود في التشكيلة الأساسية بإذن الله للنادي الأهلي فهو ده بالنسبة لأشرف داري علشان الفترة اللي جاية مش هيكون فيها استعجال ويكون فيها علاج مهم جدا لأشرف داري الأمر التاني بالنسبة لمحمد هاني وكريم فؤاد أنهوا إجراءات سفرهم للنمسا وهيسافروا إن شاء الله يوم 28 في الشهر الجاري علشان العرض على خبير نمساوي نحن عارفين طبعا محمد هاني كان عنده جزع فيه الرباط الصليبي والحمد لله ما كانش ليه أي جراحة كل موضوع محمد هاني هو تأويات في الجيم للعضل الأمامية والعضل الخلفية كريم فؤاد عنده قطع في الرباط الصليبي وأجرى جراحة والأمور الحمد لله بفضل لا مشي في الشكل الأفضل فالتنين إن شاء الله محمد هاني وكريم فؤاد أنهوا إجراءات سفرهم للنمسا وهيسافروا يوم 28 من الشهر الجاري وإن شاء الله الخبير النمساوي يطمننا عليهم لأنهم من العناصر المهمة والأساسية في فريق النادي الأهل هنروح لحمزة علاء حمزة علاء اللي عقده هينتهي بنهاية الموسم الحالي حمزة علاء واحد من العناصر الأساسية اللي كانت موجودة في المنتخب الأولمبي وشفناه في كأس الأهم الأفريقية في المغرب وأيضا شفناه في الأولمبياد أدى بأداء رائع وحمزة علاء هينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي جمعته جلسة مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي الاتنين اتفقوا على تجديد عقد حمزة علاء ومن المحتمل ومن الممكن إن شاء الله إن حمزة علاء يطلع يعارف شهر يناير القادم علشان يبدأ يشارك بصفة مستمرة وياخد مباريات أكتر ويكتسب خبرات أكبر ده بالنسبة لحمزة علاء واحد برضو من العناصر المهمة النادي الأهلي دايماً عينه على الحاضر وعلى المستقبل إن شاء الله عندنا محمد الشنوي حارس مرمى مصر الأول حارس مرمى النادي الأهلي الأول ومعها مصطفى شبير ومعها مصطفى مخلوف فالنادي الأهلي بيجاهز حمزة علاء أيضاً كمان للمستقبل علشان كده إعارة حمزة علاء اللي هتكون في يناير دي إعارة مهمة جداً هنروح لحاجة مهمة جداً المدير الرياضي الكابتن محمد رمضان بيدرس إلغاء نظام الفئات إحنا عارفين في التعاقدات في النادي الأهلي عندنا فيه فئة أولى وفئة تانية وفئة تالتة الرجل لما جه وبدأ يدرس ويشوف لقيحة النادي الأهلي المالية ويشوف كل اللعيب بياخد كم وقف عنده نقطة مهمة جداً قال النهاردة المقابل أو أنت النهاردة هتاخد كلام مقابل العطاق في الملعب فالنهاردة كابتن محمد رمضان بيدرس نقطة مهمة جداً إلغاء الفئات الفئة الأولى والفئة التانية والفئة التالتة في عقود اللعيبة والنهاردة هيطبق الموضوع بشكل احترافي أكتر هيكون فيه احترافية أكتر بالنسبة للعبين وتقاضي عقودهم اللي هيدي في الملعب هو اللي هياخد هي العملية النهاردة مش مرتبطة بأسماء ولا مرتبطة بتاريخ ماضي ولا أنا النهاردة مرتبطة مين هيديني في الملعب؟ بأرقام وإحصائياتك في الملعب في نهاية الموسم سجلت كم هدف لعد كم مباراة كنت فعال في كم مباراة هو ده اللي هيستاند لي كابتن محمد رمضان في الأمور الجديدة اللي هتكون تعقودية في الناد الأهلي وهو بيدرس الأمر بشكل جيد أيضاً كابتن محمد رمضان عمل لايحة خاصة لبطولة الانتر كونتينينتل لايحة خاصة مالية احنا عارفين في الناد الأهلي عندنا لايحة مالية لبطولة الدور ولايحة مالية لبطولة الكاس ولايحة مالية لبطولة السوبر المصري ولايحة مالية لكاس العالم الاندية طيب اش معنى بطولة الانتر كونتينينتل دي بطولة مستحدثة بطولة جديدة كانت محمد رمضان عمل لايحة مجزية جداً لايحة مهمة جداً لايحة فيها إغراءات للعيبة مالية كبيرة ابتدت من مباراة العين وهيتم صرفها خلال الأيام القادمة عمل مكافئات كبيرة وده حافز مهم جداً للعيبة النادي الاهلي يعينه على بطولة الانتر كونتينينتل هتقوم في الدوحة ان شاء الله مباراة نصف النهاية وماربعتاشر النهاردة وليه لا؟ ليه لا؟ النهاردة النادي الاهلي يوصل للفاينال ويروح لنقطة بعيدة ويكون متواجد أمام ريال مدريد وتكون لأول مرة الاهلي بيلعب على المركز الأول والتاني فهو ده اللي بيعمله كابت محمد رمضان النهاردة بيعمل لايحة جديدة للعيبة قلت لحضراتكم المكافئات المالية خلال أيام بسيطة هتتصرف مباراة العين لكن المباراة القادمة في مباراة نصف النهاية والنهاية يكون فيه لايحة مجزية جداً جداً للعيب النادي الاهلي استبعاد بيرسيتاو من منتخب جنوب أفريقيا وانضمام يحيى عطية الله لمنتخب المغرب وده من الأخبار المهمة والأخبار السعيدة وشوف النادي الأهلي وحجم النادي الأهلي لما بيكبر لعبته شوف النادي الأهلي النهاردة يحيى عطية الله واحد كان من العناصر الأساسية في الماضي مع منتخب المغرب ده وصول فريق النادي الأهلي إلى استاد المقاولون العرب حالاً ده معنا على الهوام بشارة وصول لعب النادي الأهلي حفلة النادي الأهلي إلى أستاذ المقاون العرب لمباراة الأهلي أمام زد في الجولة الثانية في مطورة الدولة.